موسيقى نبدأ جولتنا مع صحيفة اليوم السابع المصرية التي عنونت هايدروجين ون هاتف ذكي جديد بشاشة ثلاثية الأبعاد كشفت شركة ريد المتخصصة في صناعة الكاميرات السينمائية الراقية عن هاتف ذكي جديد من نوعه يحمل اسم هايدروجين ون مع شاشة مميزة ثلاثية الأبعاد تم تصميمها من قبل شركة ليا الناشئة مع صحيفة الغد الأردنية التي عنوانت كندا تبيع الماريجوانا للترفيه عن مواطنها كشف إقليم أنتاريو الكندي عن خطط لبيع الماريجوانا لأغراض ترفيهية في متاجر تخضع لإدارة حكومية وعبر الإنترنت ما يجعله أول إقليم يستجيب لخطوة الحكومة الاتحادية بتقنين استخدام هذا المخدر إلى صحيفة القبس الكويتية التي عنوانت هاتف أبل الجديد لن يكون آيفون 8 كشف التسريبات نشرت وكالة بلومبرغ أن هاتف آيفون الجديد الذي ينتظره الملايين لن يحمل الرقم 8 كما كان متوقعا بل سيطلق عليه آيفون X احتفالا بمرور أول عقد على طرح هاتف أبل الدكي في الأسواق صحيفة البيان الإماراتية عنوانت ناسا تحذر من شتاء بركاني يودي بحياة الملايين حذرت وكالة الفضاء الأمريكية ناسا من حلول الشتاء البركاني الذي قد يودي بحياة ملايين الناس نتيجة ثوران بركان هائل ويعمل الخبراء في الوقت الحاضر على إعداد خطة لتلافي ثوران بركان يالوستون وتهديئته عن طريق زيادة حجم المياه في نبع مياه دافئة بفوهة البركان من أجل تبريده ومع صحيفة الإمارات اليوم التي عنونت مقهى للقطة في قطار باليابان رحبت قطة أمس بركاب قطار محلي في مقاطعة جيفو اليابانية لتجربة هي الأولى من نوعها برعاية الشركة المشغلة للقطار وإحدى المنظمات المعنية بزيادة الوعي في مواجهة إعدام القطة الضلة وجال نحو ثلاثين قطة بحرية داخل مقهى خاص بعربة قطار أثناء سيره واستمتع الركاب لدى تناولهم الطعام وشربهم الشاي بمداعبة القطة اشتركوا في القناة